فارقة من عمر الزمن ليحملوا على عاتقهم الأمانات الثقاء والمسؤوليات الجسام والمشير حسين طنطاوي رجل من هؤلاء الرجال ولد المشير محمد حسين طنطاوي في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام الف وتسعمائة وخمسة وثلاثين بالقاهرة ثم التحق بالكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله منذ عومة أظافره وتخرج فيها في الأول من أبريل عام الف وتسعمائة وستة وخمسين ليندرج في سلك الضباط بسلاح المشاه ويتدرج في مناصب القيارة على مدار ما يقرب من نصف قرن والمسؤول لمسيرة المشير طنطاوي منذ نشأته واندماجه في الخياة العسكرية وتبوئه أرقى المناصب بها يلخض فيه الكثير من نبل الصفاء فضلاً عن ثراء الشخصية في الأمور الإنسانية وهو رجل عسكري محترف لا ينشاغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة خذوا بالكم على مصر المراد هي مصر ومنما أبى الشعب في الخامس والعشرين من يناير ألفين وأحد عشر وتفجر الغضب والعنف في روع طنب فتفجر الغضب والعنف وهر سسا وعبثت خفافيش الظلام بأمنها وأمن شعبها وفي هذه اللحظة شاءت الأقدار أن يتحمل المشير حسين طنطول أمانة المسئولية الوطنية وأن يقود السفينة وسط الأنواء والعواصف العاتية ولم يتردد لحظة واحدة في قبول التحدي واستطاعت القوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطول في تنفيذ خارطة الطريق رغم المعوقات الكثيرة التي كانت تعترضها وحينما أراد الله لمصر أن تعبر حاجز الخطر حانت لحظة تسليم الأمانة وأعباء المسئولية الوطنية لجيل جديد من القادة لقلب مؤتمن شعر أفراد القوات المسلحة بعظمة العطاء وقيمة البذل والتضحية من أجل مصر في شخص المشير حسين طنطول وقد عبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتام الحربي في ذلك التوقيت والذي خلف المشير طنطول في منصبه عن مشاعر التقدير والامتنان المقرون بالاحترام والتوقير الراجل الفاضل جداً الراجل المخترم جداً الراجل الوطني جداً وبالمناسبة اللي أنا بقوله ده والله دي قناعة حقيقية مش مننا فقط كل القادة اللي كانت قريبة من المشير حسين طنطول عندها هذا التقدير وهذا الإحساس ربنا سبحانه وتعالى يجزي عن خير الجزاء يعني عن اللي عملوا مع الجيش وعن اللي عملوا مع مصر في السنة ونصف لفاته دول وأنا بقول لكم تحمل ما لا تتحمله الجبال لو تسمحوا لنا أقول لكم إن إحنا اسمحوا لنا نوجه له تحية وإن سيقف له وهو مش ما بقول معا وهو تعبير يعكس قيم الوفاة التي تتحلى بها القوات المسلحة إذا أمن بذل وأعطى ومن تحمل وتصدى كي يحافظ على أمن مصر القومي ويصون وحدة الوطن أرضاً وشعباً وكما تموت الأشجار واقفة وبعد مسيرة حافلة بالعطاء يرحل رمز التضحية والفداء فارس العسكرية المصرية وتكريماً وتخليداً لإسم المشير محمد حسين طنطاوي اطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قادة اللي هيكستب العسكرية يعني تقديراً واحتراماً لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر إن المشير حسين طنطاوي هو رجل من فرسان القبر إنه بحق وصدق مسيرة عطاء زاخر في حب الوطن في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر على مدار الشهر تابعونا على شاشة النيل يومي السادس والسابع من أكتوبر في تغطية خاصة لاحتفالات النصر العظيم انتظرونا على شاشة النيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة